الضرار تأخير الغسل من الجنابة الإصابة بالالتهابات والفطريات تزداد فرص الإصابة بالالتهابات في حال تأخير الغسل من الجنابة وذلك نتيجة تشجيع نمو الميكروبات والبكتيريا الضارة والفطريات لأنها ستصبح بيئة راطبة ومثالية بالنسبة لها مع نمو البكتيريا والفطريات في هذه المنطقة سوف تزداد فرص حدوث التهيوجات والحكة مما يزيد الأمر سوءا فتنتقل هذه الالتهابات إلى المناطق المختلفة من حول الأعضاء التنسلية ويمكن أن تؤثر على الخصوبة حرقان البول تتسبب البكتيريا والفطريات التي تنمو بسبب تأخير الغسل في الإصابة بالتهابات مجرى البول والشعور بحرقان عند التبول ويحدث هذا لأن البكتيريا الضرّة سوف تنتشر في المناطق المحيطة بالأعضاء التنسلية مسببة تهيوجات وحكة وآلام غير محتملة الرائحة الكريهة تكون البكتيريا الضرّة في المنطقة الحساسة سيسبب رائحة كريهة للمنطقة التنسلية إذا لم يتم الإغتسال وقد يحدث ما يسمى بالالتهابات الجرثومية والذي ينتج عنه إفرازات غير طبيعية وحكة وحرقان في البول آلام الظهر يزداد الشعور بارتخاء العضلات والضغط على الفقرات مما يسبب آلاما شديدة في الظهر لذلك فإن الاستحمام يساعد في تنشيط الدورة الدموية وتدفق الدم إلى منطقة الغدروف وبالتالي الوقاية من آلام أسفل الظهر والفقرات كما أن الاستحمام يضمن مرونة العظام والمفاصل بعد هذه الممارسة وتسبب آلاما مختلفة في الجسم سواء الذراعين أو الساقين والظهر ويأتي الماء ليساعد في تخلص من هذه الآلام عند القيام بالاغتسال فإن الشبكات العصبية الحسية تنبه لاستيقاظ الجهاز العصبي واستعادته للحيوية والنشاط وكذلك ينشط تدفق الدم إلى المخ مما يساعد في عدم الشعور بالخمول والكسل عقب الجمع يجوز للجنب أن ينام دون أن يغتسل لكن يستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام ففي صحيح مسلمين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضى وأخرج أبو داود عن غضيف بن الحارث قال قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل قبل أن ينام وينام قبل أن يغتسل قالت نعم قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة وفي الصحيحين أن عمر استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضى وقال ابن عبد البر ذهب الجمخور إلى أنه أي الأمر بالوضوء للجنب الذي يريد النوم للاستحباب ترجمة نانسي قنقر